للسلوكياتنا نحن كشعب بعدنا فيه كونسيوميرزم عالي نستهلك مستهلكين بالفكر ومستهلكين بالتصرف كريوم وانت عم تحكي عنه حتى الاستيراد الحلول هو قديش بيكون مخيط اكتر اذا هو طلع من المشكلة بحد ذاته اجا هيدا الانتاج الفكري مثل اللي انت عملته اجا تطلع بالمشكلة بحجمه بواقعه بحضرته مع اشخاصه واجا خيط الحال اللي هو بيشبه المشكل سلم تمي كانت بتشبه البرابلم وبتعالجها وبتطبق عليها مثل البوزل حتى تحلها وتستقصلها وكانت ارخص بكتير من ما انه نجيبها من برا وما نقصنا شي نحنا كلبنانية نتعلم ونعمل مكاناتنا هون نحنا ما بنشتري ولا مكانة من برا سرقلنا بالقليل انا يعني اشترينا مكانة واحدة مرة بس من برا هي سي ان سي كتر يعني انو كان انت ترجع تعاملية هون بالوقت اللي بديك تضيعيه حرام شو كان افضل انو نشتريها من باقي ما بقى ما بنشتري الا كمبوننت بس انت بي مشوارك اللي انت قلت انا ما بقى بدي استورد وانا بدي خيط حلول ومتل ما انت عم بتقول انو هيدا التغيير انو خلاص نقبل ندفن الواقع اللي هو عم يكون ونتخلى لت جو and let's give birth to نعطي نسمح لولادي جديدة لاشي تاني بس اصلا كل مرة بتفكري بغير طريقة انت عم شو سايد كونا عم بعمل هيدا انت عم تخلق اشي جديد دافنت لقيت سايكل وعم تخلق اعداء اكتار كمانا هيدا هيدا بدي وصله انا بدي قللك انو توكيو معارك كتير يعني انت هيدا الدفن اللي انت عم بتطالب فيه بس انت لقدرت تدفن على قدك وتعمل الولادة على قدك انت اخذت حروب اكيد اوكي انا هيدا بدي اعرف عنها هيدا بحيات هيك الحيات هي هي سلسلة من من حروب سلسلة من نزلات ومن طلعات ومن فشل ومن نجحات بتتمنى انو يكون عدد النجحات اكتر بشوي من عدد الفشل مش انيك انا مثلا ما بحب لما بيجو بقولي انت ساكسس ستوري او انت كذا وانتو كذا ما بعرف للصراحة ما بعرف اذا احنا ساكسس ستوري ولا لا معانو بعتقد نجحنا بنحط البنية التحتية يعني اليوم انا فيك تيجي تقليلي انا بلدية انا ما عندي ارض اعطيك لطم فيها زبالي قادر تعملي معمل انت انا جبلك كل نفاياتي وانت ترجع تصنعها كلها بليك ايه بس لما بيكون عنديك هالادات بين ايديك ببلد متل هيدا البلد يعني نحنا كان لازم يكون مفروض صرنا عاملين شي مية وخمسين معمل بس لانو بلديتنا اليوم من فلسين ولانو بلديتنا من قبل انا بحياتي كلا صرت عامل 18 معمل بيعالجوني فيه كم معمل هلأ البلديت لانو هنه بدون يدفعوا لك على التون بيريح سكرنا اخر معمل لانو البلدية معاش فيها تتدفع للأسف بس بس رح نكمل يعني هلأ عم من عم نخطط لمعمل اكبر من هيدا بكتير وبدنا نوح نجيب له تمويل لانو اليوم صبوا للتمويل بلبنان كمان وقفت من قبل كنا عاملين موديل كتير حلو عفكرة يعني ما كنا نتكل انا كنا اكره شي علي عقلية الشحادي اللي عنا اياها نفسية الشحادي اللي صار عنا اياها بها البلد بروحوا بيشحدوا من دونر وبيكتبوا اشياء يعني في عندك ناس اختصاصون يكتبوا بروبوزل وهو اللي بيبقى مش عامل شي بحياته يعني عيدا بيكتب ناس اختصاصون بس يطلعوا داتا وبيكون الانجيوز عدد الموظفين اللي هن شغلتن يفرجوا الصورة اكتر من السيرفيس اتسلف مية بالمية الناس اللي عم تعمل الداتا وعم بترسم الداتا بطريقة دونر كيف بدو اياها والميديا اللي هي تستثمر للداتا اكتر من الناس اللي عم بيقوم بالخدمة الاساسية اللي هي مساعدة واريفر ويالي اكتشفته كمان انه لب المصاري اللي بيجي للمشروع ما بيروح للمشروع بيروح مع عشات ومصاريف وكذا وهيك واشياء واخر شي بيضل في شقف صغيرة بيعملوا كم شغلة وبيصوروا وكذا بترجع مثلا ثلاث اربعة شهر من بعد ما يسكروا المشروع والمشروع مات صح ما كان في حدا يتحمل مسئولية ما في ساستينابيلتي يعني اليوم غيرت انا المودال الشغل اللي بدنا نشتغله من بعد ما شفت انه هيدا هاي الطريقة بالتعاطي اول شي بيجي تروح تتزلفي لاجاني بلا يعطوك مصاري طب انا ليه انا اذا الدونر اليوم مش طالع عباله يشتغل بموضوع النفايات انا شو بعمل بموتوا من الجوع هاي واحد ثاني شي جينا نقول شفنا كتير انه كانوا يستوردوا هالحلول متل ما بلشنا الحديث ويجوا يعطوه يالى البلدية بلديتنا كمان خلينا نكون واعيين بلديتنا ما عندون الجسم البشري انه يقوموا بهيك عملية خصوصي شي معقد متل معالجة النفايات او شي مكلف متل معالجة المياه المبتزلة كمان حكينا بموضوع محطات المجرير تب راحوا جابوا محطات المجرير بتكلف مية الوف الدولارات اوكي نحطيت البلديات ما قدرت تتمشيها لانه مش قادرة تدفع فتورتها الكهرباء رجعت انسرقت كلها هيدو المحطات معديتها انسرقت وانباقت خرضة يعني اليوم لان ما في حدا مسئول فجينا نقول نحنا ضد هالمودال بالذات انه تابعي اختي وقتها كان عندنا بنوكة وكان في فترة عم بيعملوا كرود صناعية صح وعننا بلديات كان بلديات كان ماشي حاله فجينا نقول تنخلص من موضوع المساعدات الاجنبية ونضلنا تحت رحمة الاجنبية خلينا نروح نعمل عقد مع هاي البلدية نقول له انت حطي ارض تحت تصرفنا ما تعطينا اياها حطي ارض تحت تصرفنا نحنا نروح نتدين مصاري ونبني مصنع ونجهزه ونحنا منعجزك نفاياتك وانت ما بتدفع شيء الا على الطون يعني انت ما بتدفع تجهز المعمل كبلدية وهيدا الموديل شتغل صحنا نروح عالبانك معنا كونترا من البلدية نقول له هاي نحنا معنا كونترا مع بلدية بيت ميري بدنا نتدين 700 الف دولار كانوا يدينونا نروح نحنا نبني المصنع نجهزه كذا كله شغل هون عفكرة يعني المصاري كانت عم بضله كله هون صدورة بتبلغت صارتسان انسير مية بالمية ونحنا بتحمل المسئولية وكان اول مرة بتاريخ معالجة النفايات بلبنان البلدية بيجيها كل اخر شهر فتورة مع كشف حساب تنازج تناط انو بس خيئ انتو نهار التنين بواحد الشهر الساعة عشرة والساعة اتناعش والساعة تنتين جبتو هالقدي بيجي هو بيجي رئيس البلدية كانوا ما يجوا مفروزين كانوا يجوا لا لا بس ما كانوا يجوا مكبوسين هايدي كمانا ولا لا شوية تقنية هايدي بس كمانا اليوم تنقدر ننجح بمعالجة النفايات بدنا نغير الطريقة يعني لازم نقتنع انو من بعد عشرين سنة عم نعمل نفس الشي ونفس الشي هلا جايين بدنا نرجع نتوقع غير نتيجة لا يعني ما هيدا الجنون بحد ذاته خلاص لما ركمنا عشرين سنة فشل كبلد بمعالجة هيدا الملف صار لازم يلي هو لقيت هيدا الملف وبعده عم بيفكر بنفس الطريقة وبدو ياخدنا لنفس المحال انو خيبتك تزوق وتزيع شوي انت وتترك مجال لغيرك بغير طريق التفكير وبغير مقاربة لهالمشكل انو هنا يعرضوا حلولون يعني موسيقى